محمد رسول الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن منكفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وانتم شهدا وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا انتطيعوا فريقا من الذين ووتوا الكتاب وردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم لا سكره ومن يعتصم بالله فقد هدئين سراط المسيقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا أنتم مسلمون واعتصموا بحبد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتوا من نعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله نقم يده لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه هما كفرد بعد أي مالك فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوه هم ففي رحمة الله هم في أخاردون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون لن يطركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة وإنما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله على الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا هو الله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها غاردون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صروا نصابت حرث قومهم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا رطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي سدورهم أكبر قد بينا لكم لا يتكنتم تاقلونها أنتم لا يتحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامن من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليهم بذات سدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلوا الله وليهما وعن الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ذلة فاتقوا الله لعلكم تشكروني تقول للمؤمنين ألن يكفيكم من يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة نسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطوئن قلوبكم به ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعف مضاعفة وتقول الله لعلكم تفلحون وتقوا النار التي أعدى للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدد المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحفنين والذين يدافعون فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه ومن يغفر الظروب إلا الله ولم يصيروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار فاردنا فيها ونعم أجر العملين قد خلت من قبلكم سنان فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وضوعدة للمتقين ولا تهلوا ولا تحزنوا أنتم نعلون أن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مسل قام قرح مثله وتلك الأيام نبابلها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبت من تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما توقتن انقلبتم على عقابكم ومن ينقرب على أخذه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجد الشاكرين وكأي من نبي قادل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب صابرين وما كان قولهم إلا أنقالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرتبوا العلاقة بكم فتنقلموا خاسرين فلله مولاكم وهو خير الناس الذين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرق لله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثل الظالمين ولقد صنقكم الله عدوه إذ تحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما راكم ما تحبون منكم من يريد تنيا ومنكم من يريد آخرة ثم صرفكم عنهم ليبتنيكم ونقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعفون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في إخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحسنوا على ما فاتكم ولا ما صابكم والله ما تعمل الله خبير ما تعمل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء فإن الأمر كله لله يخبرنا من أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قد الله هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرزا الذين كذب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتني الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات صدور إن الذين تولوا منكم يوم انتقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فينا وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما متوا وما قدلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله ومتون مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لا إلى الله تعشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظا قلبنا فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفرهم وشابرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكل ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخضلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمن وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوما قيامه ثم توفى كل نفس ما كسمت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعد فيهم رسولا من أنفسهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلنا في ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم من الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوما انتق الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله يوذفعوا قالوا لو نعلموا قتالا لاتبعناكم هم للغفر يميذ نقرب منه للإيمان يقولون بأفواههم ما ريس في قلوبهم والله أعلم بما يكتبون الذين قادوا لإخوانهم وقعدوا لوطاعوا لما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت يقولون صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربه مرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا به من خلف من لا خفن عليه ولهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجل المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجل نظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فأخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوءوا واتبعوا رضوان الله والله بفضل نظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءهم فنتخافوهم وخافون إن كنوا مؤمنين ولا يحزن كالذين يساجعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسب أذن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إذما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز القبيث من الطيب وما كان الله ليطرعكم على الغيب ولكن الله يجتب من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فنكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله القول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتله الأنبياء بغير حق ونقل ذو عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عاهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتين بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبله بالبينات وبالذين قلتم فلما قتلتمه من كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبرون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتبونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بماءة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله منك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خنق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فخنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لأطيع عمل عامل منكم من ذكر أغنص بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوزوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت لنهار ثوابا من عند الله والله عندهم حسن ثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها نار خارجين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا أموالهم ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب ولا تأكلوا أموالهم لا موالكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكا وإن خفتم أن لا تقصدوا وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليساما فانكحوا ما طاب لكم من النساء وثلاثا ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكتي ما لكم ذلك أدنا أن لا تعونوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قونا معروفا وابتلوا ليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان ونقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ونقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفعوضا وإذا حضر القسمة أول القربى واليتام والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قونا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم درية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليكونوا قونا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبواه لكل واحد منهما ثلثة ما تركين كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلثة فإن كان له إخوة فلأمه ثلثة بعد وصية يصيبها أودين أعباؤكم وأبناؤكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصل بها أودين فإن كان لكم ولد فلهن ثمور مما تركتم من بعد وصية يوصل بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمون ما تركتم من بعد وصية توصن بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخل أو أخل فلكل واحد منهما سلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شراكاء في الثلوث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خاردين فيها وبالك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا والذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة من ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون سيئا حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كبرا أولئك عتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فإن خيرا كثيرا وإن أردتم اختبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحلاهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بكتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميتاقا غنيظا ولا تلقوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا أخيمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخوة أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات لسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافعين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما